موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان السؤال الافتراضي لو أراد الله أن يأتي إلينا فكيف تريد أن الله أو كيف تريده أن يأتي إلينا؟ طبعا هذا السؤال سؤال افتراضي لأن الله هو الله فله السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر مين أنا كإنسان أسأل الله بكيفية تعاملاته؟ لكن واحدة من أهم الأمور في طبيعة الله أنه الله محبة ويعلن عن ذاته من خلال المحبة وطبعا هذا السؤال الرد على كتير من أحبائنا المسلمين اللي بيستعيب أن يسوع المسيح عندما نقول عنه أنه الله الظاهر في الجسد أو كما يقول الرسول يحنى والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فطبعا يستكفر ويستنفر ويستنكر الموضوع من أساسه ولكن الله هو إله غير محدود الله أعلن عن ذاته بطرق متنوعة الله يتكلم للإنسان من خلال الخليقة السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه من الخليقة نستطيع أن نستنتج كمال وجمال الله نستطيع أن نستنتج أنه إله كلي القدرة القادر على كل شيء لأنه كل هذه الكواكب ممسوكة بكلمة قدرته ولكن لا نستطيع أن ندرك الإعلان الكامل إلا من خلال الكلمة فالكلمة المكتوبة عرفتنا عن صفات الله وعن طبيعة الله حتى نفهم مين هو الله اللي إحنا بنتعامل معاه فالله بيتكلم عن طريق الخليقة بيتكلم عن طريق الكلمة كلمة الله والله كان يتواصل مع الأنبياء بطرق وأنواع كثيرة يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي في يسوع المسيح الذي جعله وارثا لكل شيء الذي عمل به أيضا العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظم صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم هنا نستنتج أن الله تكلم بطرق متنوعة تكلم بصوت مسموع تكلم بالكلم المكتوبة تكلم عن طريق زيارات ملائكية وإعلانات كثيرة في العهد القديم ولكن في الختام مسك الختام كلمنا في يسوع المسيح الكلمة المتجسد في ملء الزمان وقول هذا الأمر طبعا كتير بيستنفر من هذه الكلمة ليس الله يعني ليس هو تحول يعني الله بيتحول من إله إلى إنسان حاشة هذه عدات الوثنيين اليونانيين والمصريين القدماء ولكن ولا نستطيع ليس هو يعني عملية ارتقاء إنه الله بيرتفع درجات حتى يكون الإله الكامل أو ليصبح إلها لكن بالحقيقة إنه الله تجسد لقد اتحد غير المحدود بالمحدود اتحاد أبدي هاي الوحدة أبدية بين الغير محدود والمحدود وكل الغرض لكي يتواصل معنا فبعد هذا الإعلان العظيم أيعقل إنه الله يرسل رسالة أقل من رسالة يسوع المسيح أو يرسل نبيا شخصيته مزايا أقل من يسوع المسيح وبعد ما رأينا كل العظمة وكل الجمال وكل الكمال في شخص يسوع المسيح أيعقل إنه الله يرسل إعلان تاني أو نبي تاني بعد ما جاء الله بذاته بالابن بواسطة الابن كلمة الله الذي أعلن لنا عن الذات الإلهية والذات الإلهية أعلنت من خلال الإبن ربنا يسوع المسيح الذي قال أنا والآب واحد أنا والآب كيان واحد جوهر واحد بعد ما نتعرف على هوية المسيح أيعقل إنه الله يرسل نبي آخر وهذا ما نريد أن ننبر عنه ونتكلم عنه في هذه الحلقة إذا أراد الله أن يأتي إلينا كيف بتحب تشوف الله وبأي صورة ابقوا معي حتى أجيب على هذا السؤال بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا في هذه الأيام نحن نشهد معركة ضارية وضروس حرب الشعواء بالهجوم على الكتاب المقدس والهجوم على هوية وشخصية يسوع المسيح مباشرة هذا الهجوم الشرس على هوية المسيح لأنهم أرادوا أن يصنعوا نبياً صغيراً أن يقللوا من حجم ومن أهمية يسوع المسيح وتقليل من أهميته لكي يظهروا عظمة نبيهم مقارنة بالمسيح يسوع وكل ما عليك يعني أدعوك أخي أختي في هذه الحلقة والعملية مش طويلة مع أنه أنا بشجعك تقرأ الإنجيل المقدس ولكن أنا مش عاوز أتعبك اقرأ ثلاث صفحات فقط إنجيل يحنى الإصحاح الأول حديد آية 18 من 1 إلى 18 إصحاح 1 وكلوسي رسالة بولوس إلى أهل كلوسي الإصحاح الأول وسفر الرؤية الإصحاح الأول ورح تكتشف هوية يسوع المسيح المتفوقة فنحن لا نتكلم مجرد كلام ولكن نتكلم بما أعلن الكتاب المقدس وكلمة الله صادقة وكل شيء أمام كلمة الله كازم فالسؤال لماذا تحاول أن تقلل من أهمية يسوع المسيح لماذا تريد أن تحجم شخصية المسيح وما هو الدافع وراء تقليل من أهمية يسوع المسيح ولماذا لا تتعب نفسك بالقراءة ولو مجرد بعض الآيات اللي بتخليك تكتشف عظمة يسوع المسيح ولماذا تتعب من البحث في موضوع مصيري يحدد مصيرك وأبديتك وها أنا أقول بكل وضوح إيمانك بيسوع المسيح يحدد أبديتك ويحدد قرارك في هذا الوقت طبعا إحنا عاوزين أن الله يأتي إلينا من خلال شخصية يسوع المسيح الله أعلن عن نفسه في العهد القديم عندما تكلم مع موسى على جبل سيناء ودعى موسى لكي يكون نبيا ولكي يذهب ليكلم فرعون كان موسى مرتعد وخائف فالرب كلم موسى من النار كلم موسى من العليقة وقال له اخلع نعليك الأرض اللي أنت واقف عليها هي أرض مقدسة وأخذ موسى الدعوة ولما خرج شعب إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر في طريقهم إلى كنعان وصلوا إلى منطقة وموسى كان لازم يصعد إلى الجبل جبل سيناء أو جبل حريب جبل الرب وهناك الرب تراء لموسى وطبعا ابتدى يكلم موسى من خلال عهد في خروج تسعة عشر إصحاح عشرين أعطاء الوصاية العشر ولكن المنظر كان مريع ورهيب جدا كان الجبل يعني كما يقول الكتاب المقدس كان بيطلع منه نار ودخان وزلزلة وكان إذا حتى البهيم اقتربت كانت تقتل يعني كان حضور الله مخيف جدا لدرجة أن الشعب كان خايف وحتى موسى قال أنا مرتعد وخائف من حضور الرب لأنه لا يقدر أحد أن يرى الرب ويعيش فكان مجيء الرب على جبل سيناء مجيء مخيف جدا وعلى نفس الجبل تراء الله للنبي إليا موسى يمثل النموس أما إليا يمثل الأنبياء على هذا الجبل أيضا تراء الرب لإليا من خلال زلزلة من خلال ريح شديدة من خلال نار وإليا لف وجه بالرداء وكان طبعا خائف من هذا المنظر والرب تعامل مع الشعب في القديم حتى في الحروب كان يسمع صوت مرعب للأعداء أو هز أو جليد أو برد أو يعني ضربات إلهية اللي كان يثبت أنه إله قوي نار آكلة إله غير كما يقول عنه الكتاب المقدس لا يستطيع أحد أن يقف الله فتخيل معي إذا كان الله بيرسل ملائكة ليتواصلوا مع الناس والناس كانت في كل ظهور ملائكة كان يرتعبوا كان يخافوا من الملاك فكيف إذا جاء الله وأراد أن يتواصل مع الإنسان بأي لغة يتكلم الله لم يعلن نفسه من خلال ملاك ولا من خلال أي شيء فالإنسان مخلوق على صورة الله فكان لازم يأخذ جسد على جسد تواضعنا لكي يتعاطف معنا ولكي يعرف أمورنا ويشعر بحالنا فلم يأتك عملاق هائل يرعب الشعب ولم يتكلم بكلمة ليزلزل الأرض ليعلن عن نفسه لكن الكتاب المقدس كتاب إلهي كتاب روحي في تسلسل من سفر البدايات في سفر التكوين إلى سفر النهايات في سفر الرؤية وفي سفر التكوين نرى أنه الله خلق آدم وحواء ونرى أيضا أنه آدم وحواء أخطأه ضد الرب وعصيا قول الرب الرب طردهم من الجنة ولكن ما اكتفى الرب أعطى الوعد الأول الوعد المسياني من آلاف السنين أنه سيأتي يوما ما في المستقبل من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية الذي هو الشيطان فإذن الرب أحبائي يعني اتواصل من البداية وابتدأ هذا الإعلان يزداد وهذا النور ابتدأ يتزايد وفي أيام موسى ابتدأ التشريع والقوانين والوصايا والذبائح وهكذا حتى ينظم العبادة وحتى ينظم الشعب وحتى ينظم كيفية التواصل والتعامل مع هذا الشعب الله أرسل أنبياء عديدون كثيرون بكل الطرق وبكل الوسائل كانوا يتواصلوا مع الناس ولكن قلب الإنسان هو قلب الإنسان قلب مظلم وكل تصور فكره مظلم أخطأوا ضد الرب ولم يسمعوا لصوت الأنبياء والرب حذر حذر كما أنه حذر شعوب كنعان القديمة وعطاهم فرص كثيرة وهكذا حذر شعب إسرائيل أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا ولكن هذا الرفض أدى أولا إلى سبي الأصباط الإسرائيل العشر المنطقة الشمالية في سنة 922 قبل الميلاد ولم يسمع لهذا التحذير حتى يهوذة اللي كان عندهم الهيكل في أورشاليم والرب أرسل نبو خد نصر ودمر أورشاليم ودمر الهيكل وسبى ما سبى في سنة 586 قبل الميلاد وحتى خلال الفترة كان الله يحاول أن يتواصل معهم ولكن لا توجد نتيجة حاول الإنسان أن يصل إلى الله حاول عن طريق أعماله عن طريق بره عن طريق الذبائح عن طريق العطاء والزكاة وعن طرق كثيرة ولكن كيف نرضي الله في حياتنا وكم من الأعمال التي نعملها أعمال صالحة نقول أننا أرضينا الله فالله القدوس عينا أطهر من أن تنظر الشر كل شيء يعني أمام الله مكشوفه عريان حتى السماء غير طاهرة قدامه فأيُعقل أنه بشوية أعمال نرشي هذا الإله أخيرا الله دبر وسيلة وهي الوسيلة يتنبأ عنها الكتاب المقدس عن المسيح وتنبأ مئات النبوات عن كيفية مجيئه مكان مجيئه عن طبيعته الإنسانية والإلهية عن حياته عن معجزاته عن أخلاقياته عن آلامه عن صلبه عن موته نبوات بالتفصيل بالتفصيل وتمت في شخص الرب يسوع المسيح فعندما جاء كما يقول الكتاب ولما جاء ملء الزمان أرسل الله أرسل الله ابنه مولودا الكيفية مولودا مولودا من امرأة من المطوبة مريم العذراء مولودا من امرأة مولودا تحت النموس لشعب كان بينتظر المسيح والعهود والتبني والاشتراع وكان بينتظره المخلص كان عندهم طبعا معرفة عن يعني على الأقل هوية المسيح عندما يأتي سيأتي إلى الشعب بيعرف عن مجيئه مولودا تحت النموس نعم هذا الشيء المزهل الشيء العظيم الشيء الخارق للطبيعة الشيء نحتاج كل الأبدية لكي نفهم فكر الله مولودا تحت النموس يعني ولد يسوع المسيح حبل به من الروح القدس ولد ولادة عذراوية من المطوبة مريم قدوس بار لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية لم يتأثر بالطبيعة الخطاءة طبيعة آدم الساقطة ولد تحت النموس ولاحظ يعني قاموا بكل المهام اللي لازم يقوموا فيها في اليوم الثامن اختتنا يسوع المسيح في الهيكل وبعد أربعين يوم تمت شريعة التطهير وتقديم الذبيحة وهكذا نمى يسوع ودرس النموس وهو الذي قال لم آتي لأنقض النموس بل لأكمل تعاطف مع جسم بشريتنا تعاطف معنا جرب في كل شيء ما عدا الخطي كان إنسان ولكن إنسان كامل بالطبيعة الإنسانية الكاملة مر بكل مراحل الإنسان وهذا ما أراد الله أن يعلن لنا لم يأتي بعملاق طوله 2 كيلو متر وعرضه كيلو متر ليرعب الناس ليتوبوا ولكن جاء من خلال حمل الله الوديع المتواضع القلب المحبة اللامتناهية الذي بذل نفسه من أجلك ومن أجلي جاء في سورة يسوع المسيح فالمسيح هو سورة الله الغير منظور هو الأيكون يعني الطبق الأصل عندما قال أنا والآب واحد من رآني فقد رأى الآب أنا والآب كيان واحد وهذه طبعا تصريحات مهمة جدا فجاء يسوع المسيح بسورة إنسان ولد من العذراء وعاش حياة خالية من الخطية عاش لعمر تلاتين وخدم تلات سنوات في تلات سنوات المسيح أثر على كل البشرية لم يكتب كتاب ولكن كل الكتب كتبت عنهم لم يكن عنده جيش ولكن القلوب كلها متسلحة بحب الرب يسوع مستعد أن تضحي من أجله لم يقهر الرومان أو اليونان بحد السيف لم يأخذ السبايا أو الجواري لم يكثر من النساء كان طاهر قدوس لم ينظر في عين شريرة كان محب لكل البشر كان لم يكن عنده بيت لكن كل القلوب أصبحت بيت يسوع المسيح وهكذا ممكن أن نتكلم مجلدات كاملة عن يسوع المسيح يكفي أن نقول عبارة واحدة قالها يحنى المعمدان الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع وقال يسوع أتكلم من فوق أتكلم في السمويات نزلت من السماء واضح أنه جاء من السماء وهذا طبعا بتشوف الإشكالات اللي كان بيتحدى فيها اليهود في الإصحاح التام تعرف حبائي خلينا أقولها بصريح العبارة أنا بحترم كل مسلم الذي يقول لي شخصيا هذا ديني وهذه قناعتي وأنا أؤمن بالإسلام أحترم هذا الشخص من كل قلبي لأنه إذا أنت بتؤمن بالحق عليك أنك تقدم الحق بتاعتك وإذا أنا بقدم الحق علي أنه أنا مسؤول أنه أقدم الحق لأنه الموضوع مش بينه بينك يعني الموضوع مصير أبدي الموضوع بين إلهك وبين إلهي فالفكرة هو ما هواش مين بينتصر على التاني ومين بيفحم التاني ولكن أحترم الشخص الذي عنده قناعة في إيمانه في عقيدته في ديانته ولكن خلينا أقولها من ناحية تاني بصريح العبارة أنا لا أحترم الذين يحرفون الكتاب كتير من أحباء المسلمين بحاولوا يحرفوا كتابنا لمصلحتهم وهذا بنشوفه على التواصل السوشل ميديا عم بحاولوا أنه يتواصلوا بطريقة أنه بحرفوا الكتاب بحوروا الكتاب بنقصوا من الآيات بيستخدم آية صغيرة أو معينة مش في سياقها في عريسها وكل ما هناك أنا أنا زي ما قلت في البداية اتعب نفسك هقرأ تفسير الآية شو بقول المفسرون عن هذه الآية فأنا لا أحترم هؤلاء الذين يحرفون الكتب ويغيرون الشخصيات ولمصلحة من إذا أنت عندك قناعة خلي عندك قناعة بينك ولكنك أنت تستخدم دين آخر لمصلحة من فالكتاب واضح صدقني أنا أدعوك وهذا التحدي قلت عدة مرات إذا أي شخص بيقرأ العهل الجديد أنا أقول 80% من اللي رح يقرأ العهل الجديد رح يؤمنوا بيسوع المسيح فالسؤال ليه أنت بتخاف تقرأ الكتاب المقدس ولماذا يسمح بكتب الإلحاد وكتب الشعوزة والسحرات والأبراج في بلادنا العربية وتكثر حتى القنوات الفضائية ولا يسمح بالكتاب المقدس أليس هذا جواب كافي يقنعك أن هذا الكتاب هو كتاب إلهي يقول الكتاب يعني الرب يسوع بقول ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به في ناس إما عن حقد أو كرهية عاوز يبرز دينه بس على حساب بشيء احنا بيتكلم عن تفوق المسيح حكي لي عن تفوق النبي بتاعه وجيب أدلة ما تحكي لي مثلا يعني هو أشرف خلق الله أو أفضل شخصية قل لي لهذه الأسباب واحد تنين تلاتي أربعة خمسة لهذه الأسباب أنا أؤمن فإذا أنا أحترم المسلم المخلص ولكن لا أحترم أي شخص يستخدم الكتاب وعارف وهو عارف لو قرأ فقط النص يعني السياق النص هو بيعرف ولكن يتحاشى لمصلحة من أتذهب بأبديتك إلى جحيم النار وتقود معك أناس كثيرون من البسطاء اللي ما عرفوا بسبب أنك عاوز تربح أو لمصلحة من بتمنى أنه الرب يصحين اليوم والرب يتعامل معنا في هذا الوقت أحبائي سأكمل حديثي بعد هذا الفاصل الكتابي المترجم للقناة المترجم للقناة أهلاً أحبائنا مشاهدينا مرة تانية السؤال هو سؤال افتراضي طبعاً وحاشى أنه نفترض ولسيما في موضوع السيادة الله الكاملة المطلقة ولكن إذا الرب عاوز ييجي لإلنا بأي صورة ممكن ييجي شفنا أنه لما نزل على جبل سيناء الجبل كله ارتعد فأيام إلي 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 إرتعد وهكذا ولكن إذا أراد الله أن يأتي إلينا بحسب كلمة الله لازم يكون دخوله لهذا العالم بطريقة معجزية خارقة فالمسيح أحبائي خلي بالك مئات النبوات إحنا قلنا في تكوين ثلاثة خمسطعش سيأتي من نسل المرأة بيتكلم عن قصة الفداء عبر صفحات الكتاب المقدس ولكن عندما نأتي إلى النبي إشعياء بيتنبأ سبعمائة سنة قبل ميلاده أو أكثر من سبعمائة سنة يقول في إصحاح سبعة آية أربعة عشر السيد نفسه يعطيكم آية فالمسيح آية شو هي الآية الآية هي علامة هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل في العهل الجديد الذي تفسيره الله معنا فإذا جاء المسيح من المطوبة مريم العذراء كان دخول المسيح إلى عالمنا بدخول معجز أحبائي دخل إلى العالم من خلال امرأة من خلال المطوبة مريم هيئ الرب جسد مريم وحبل به من الروح القدس عندما جاء الملاك وبشر القديسة مريم قال لها الروح القدس يحل عليكم هي سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظل لك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله بدك تقول لي هاي مش معز آدم آدم مخلوق لكن المسيح مولود وهو الخالق بتقول لي حواء حواء صنعت من آدم ولكن تميز المسيح تميز فريد جدا أنه جاء من السماء مش مخلوق أو مجبول كآدم أو مصنوع كحواء ولكن حبل به بزر إلهية من الروح القدس في بطن مريم وتكون الجنين تسع تشهر وولدت يسوع المسيح ولكن هذا الميلاد أو الولادة تسمى عظروية لأن المسيح لم يتورث الطبيعة الخطاء من آدم فالبزري بزري إلهي حبل به من الروح القدس وهذا مهم جدا يعني أنه بلا خطية ولأنه حبل به من الروح القدس هذا جعل من المسيح إنسان كامل إله كامل في اتحاد كامل في اتحاد كامل مش نص طبيعة أو خمسين خمسين لا لا مية في المية إنسان مية في المية إله إله كامل إنسان كامل في اتحاد واحد طبيعة في جوهر كيان واحد بدون امتزاج بدون اختلاط بدون يعني هو فعلا مميز فريد فالله أعلن عن مجيء ابنه من خلال النبوات من خلال الرموز أخيرا من خلال مجيء الرب يسوع المسيح طبعا ولادة عذروية أنه ولد بدون خطية وهذا بقودني للشيء التاني المسيح هو الوحيد الكامل يكفي أن نقول يسوع تحدى الأجيال من منكم يبكتني على خطية هو القدوس البار المنفصل عن الخطاء لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية بشهادة الأعداء والأصدقاء فإذن المسيح متميز لأنه ولد من عذراء المسيح متميز لأنه الوحيد الوحيد في كل الوجود الذي لم يخطئ عنده الطبيعة الطهارة قدوس نور لا يدن منه جرب نعم ولكنه لا يجرب بالخطية فطبيعته نقي طاهرة أخلاقيات المسيح أخلاقيات عظيمة جدا وهذا بتشوفه من خلال تعليم المسيح متفوق لدرجة أنه الكل شهد له والأصدقاء شهدوا له لكمال المسيح وطبعا اليوم تسمع بناده بعصمة الأنبياء ونحن نقول أنه كل الأنبياء أخطأت كل الأنبياء ما عدا يسوع المسيح الكتاب واضح الجميع أخطأ ولكن لماذا يريدوا أن يجعلوا الأنبياء بدون خطية للدفاع عن الأنبياء وهذا دفاع عن نبيهم ولكن المسيح يقف الأعلى لأنه بدون خطية فالكتاب فالكتاب أحباء يسير بتناغم بانسجام من سفر التكوين للرؤية بيتكلم عن سر الفداء العظيم وكان لازم المسيح يولد كإنسان حتى يفدي الإنسان ويكفر عن خطية الإنسان ولأنه ابن الله يستطيع أن يوفي العدالة والمطالب الإلهية وهذا كله تم بمجيء الرب يسوع أي كتاب آخر أو أي تعليم آخر ضد هذا الموضوع بالنسبة للمسيحيين يعتبر بدعة أو هرطقة وهذا ليس في مخطط الله شيء آخر أحبائي شخصية المسيح عجيبة فريدة متميزة بمعاملاته مع الناس مع الأعمى مع الأبرص مع الناس المحتاجة شخصية المسيح عجيبة طرى فيه القدرة الإلهية من يغفر خطايا إلا الله فالمسيح غفر الخطايا وحنا حكينا بموضوع كامل عن هذا الموضوع المسيح قبل السجود والعبادة بل طالبها بل طالبها المسيح هو معطي الحياة المسيح أعلن أنه والآب كيان جوهر واحد المسيح اللي فتح العيون من يستطيع أن يفتح العيون له سلطان أن يخرج الشياطين ما فيش إشي عندنا بالمسيحي اسمه جن وشيطان بوسوس أو يوحي أو يلهم طبعا بيجرب وبيعمل كتير أمور ولكن مش مع المسيح فالمسيح كان عنده السلطان أن يخرج الشياطين المسيح كان عنده سلطان أن يهد العواصف المسيح كان عنده سلطان أن يقيم الموتة شفى كل أنواع المرضى بقدرته أعلن المسيح أنه الديان ثم أحبائي المسيح مكتوب عنه القادر على كل شيء الحاضر في كل زمان ومكان العالم بكل شيء فهل تقلل من شخصية يسوع المسيح المسيح يعمل أعمال الله بالكامل أعمال الله مثل الخلق خلق عيون جديدة تفل وصنع من الطين تفل وطلع عيني المولود أعمى فراجع بصير تعرف حبائي أقوال لم يقلها أحد من يستطيع أن يقول أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به من يستطيع أن يقول أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء أي نبي أي نبي يستطيع أن يقول هذا الكلام أي شخصية تستطيع أن تقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم من يستطيع أن يقول أنا هو الراعي الصالح من يستطيع أن يقول أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا نعم أقام الموت بل أقام نفسه من بين الأموات يعمل أعمال الله وهذه الهوية اللي ذكرت عنها إذا قرأت إنجيل يوحنة الصح الأول وكلوسي الأول وصفر التكويل الصح وعد تستطيع أن تصل إلى الاستنتاج من هذا نستنتج أن يسوع متفوق لأنه جاء من فوق فإذن المسيح متفوق في مكانته مكانته في عمله في طبيعته في صفاته فهو يعمل أعمال الله صفاته صفات الله له أسماء الله والألقاب الإلهية وهكذا ممكن نحكي بالسعاد عن هذه الأسماء والألقاب أحبائي المسيح صار دخوله إلى العالم بطريقة غير عادية خالة من الخطيئة من نسل المرأة ولد من عذراء قال من منكم يبكتني على خطيئة ليش أحبائي لأنه كل إنسان خاطئ وعلى فكرة كل إنسان بيزداد قرب من الله بنشعر بزيد شعورنا بالخطيئة عاش المسيح إلا المسيح عاش حياة كاملة معجزات المسيح فوق الطبيعة وعلى فكرة لأنه نتحاور مع حباء المسلمين بقولوا عن الإسراء والمعراج وبيحكوا عن القبر إن شق لكن خلينا أقول لك معجزات المسيح كانت أمام الأعداء وكانت أمام الجميع وكانت معجزات علنية كانت معجزات واضحة كانت معجزات لخير الناس المسيح فتح عيني المولود أعمى في أورشاليم والجميع شاف هذه المعجزة المسيح أقام ألي عازر من بين الأموات بعد ما أنتنت الجثة وكان معلوما في أورشاليم لدرجة إنه اجتمع رؤساء الكهنة وقالوا ماذا نفعل انتركناه يؤمن الجميع به فإذا معجزات المسيح ما كانتش بالسر كانت معجزات جهارية علنية وكلها لخير الإنسان أنا شو بدي فيدني إذا القمر انشق أو ما انشق أو المعجزات التي تنسب إلى أنبياء لكن ما فيها أي خير ولا أي منفعة للإنسان المحتاج فالمسيح جاء ليشبع الجوع الروحي في حياة الإنسان جاء ليشفي الأمراض النفسية والجسدية والعقلية والروحية أيضا جاء ليصنع خير كان في عرص في قانا الجليل أنقذ أهل العرص من ورطة حول الماء إلى انبيذ في مرة كانوا تبعوه ألاف من الناس ما كانش عندهم أكل أشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين جاء ماشيا على الماء لينقذ التلاميذ من العاصفة الهوجاء وأمر الريح أن تسكت أن تبكم لدرجة عجبه من هذا يأمر الريح فتطيعه فإذا أحبائي كل هذه المعجزات كلها منشوفها في شخص يسوع المسيح مختلف عن كل البشر مثال في كل شيء فإذا لو أراد الله أن يظهر حتما لكان هو المسيح وعندما عمله إحصائية أي شخصية في الوجود بتحب تتمثل إلها الجميع أجمع يسوع المسيح يا على طبيعته الجميلة على قلبه المحب على غفرانه الكامل لم يرجم الزانية ولم يؤمر بدمار بلد ولم يجمع السباية ولم يجمع الخيل ولم يعني يحارب كانت رسالته رسالة المحبة والغفران والسلام هذا هو يسوع المسيح اللي جاء ليعالج أكبر مشكلة مشكلة الخطيئة مشان هيك كان تأثير المسيح شامل ودائم في كل العصور حتى يومنا هذا ما زالت الناس تختبر المسيح بدون مال بدون أسلحة هزم يسوع الملايين بالمحبة ثلاث سنوات خدمة ما زال يؤثر ويغير حتى يومنا هذا لم يمتلك بيت ولا ثروة ولا كتاب لم يدرس في جامعة لم يسير مسافة أكتر من 250 كيلو فقط في أرض فلسطين لم يمارس لم يمارس الطب النفس ولكنه شفى الكاثرين شفى القلوب الكثيرة لم يكن له جيش ولكن 12 تلميذ غيروا العالم القديم بالمحبة والسلام والاستشهاد برسالة كان يآمنوا فيها شيء أخير أحبائي المسيح الوحيد الذي أقام نفسه من بين الأموات لم يرى جسده فساد وهو حي إلى أبد الآبدين فمن تتبع خليني أخد مكالمة أو المكالمة من الأخت مريم الأخت مريم من مصر أهلا وسهلا أخت مريم سلام المسيح يا أسيس سلام المسيح معك شكرا كتير أهلا بيك ومرسيح على إطاحت الفرصة ومرسيح على الخدمة بتاعتكو لأن الناس عطشانة ومحتاجة يعرفوا الإله الحقيقي وربنا كمان عايزهم يعرفوه أنا يا أسيس كنت مولودة مسلمة وعيشت حياتي فترة طويلة كان الستراجل الأساسي بتاعي قادم من أن أنا مؤمنة بأن في إله وأن أنا كنت بتتبعه بأمانة حتى في وقت الإسلام كنت بتتبعه بأمانة بالأعمال كلها كل الأعمال اللي هي اتقلن عليها من وحنا صغيرين كنت بامشي عليها بحزافرها لدرجة أن أنا كمان حتى حجيت عملت عمرة كنت باب الزكاة بطلعها حتى على الدهب وده قليل قوي إن حد تلاقيه بيطلع زكاة على الدهب اللي هو بيلبسه فكنت بعمل كده كنت بحاول أصلي على قد مقدر مش هقول إن أنا كنت بيرفكت في الصلاة لأن كانت الصلاة طبعا كانت شوية ملهاش علاقة بالصلاة اللي نعرفها اللي هي الصلة ما بين الله والإنسان فكنت بطلع بط في عدد الرقعات والحاجات اللي بتلاقي معظم المسلمين بيعملوها ما أقدرش أقول إن أنا وإنا مسلمة كنت بعمل يعني فاتل كنت بحاول إن أنا أكون برضي ربنا بكل الطرق بس كان اللي ستراجل بتاعي إن كان أما شوف أي مخلوق حوالي كنت بحس إنه هو أكتر إنسانية من الإله اللي أنا بشوفه في الكرآن أقصد أقول التشريعات اللي جاية منه وكمان كنت بحس إنه هم حتى إيه ما ببص على نفسي أنا أكتر إنسانية من الرسول اللي بتتبعه فكان ده اللي ستراجل بتاعي يعني كنت عندي إيمان إن ربنا اللي هو اللي خلقنا أكيد هيكون أحسن مننا كأشخاص لإن إحنا إذا كنا مستمدين أي صلاح فأكيد مستمدينه من السورس اللي إحنا جايين منه فكان هو ده اللي ستراجل بتاعي كنت مؤمنة إن في ربنا كنت بحاول أمشي بأمانة مع ربنا لكن كنت مش عجبني التشريعات أو الحاجات اللي بتدعو للجهاد أو التشريعات الظالمة للمرأة فكنت بعرف يعني أول حاجة كنت بتكلم مع ربنا كنت بكل أمانة وكل اتضاع ده اللي أنا عايزة يعني أنصح به أي حد من إخوتي المسلمين أنت واثق أن في إله وأن الإله ده حي وبيسمعك مش معقول أنت تكون بتسمع وإلهك ما بيسمعش مش معقول تكون أنت ناطق وإلهك ما بيتكلمش مظبوط فأنت قعد مع ربنا قعد بأمانة قولوا يا رب أنا عارف أنك موجود من فضلك اظهر لي ذاتك اظهر لي الطريق الحقيقي هل أنت في طريق القرآن ولا في طريق تاني أكيد ربنا حيسمعك وحيستجب لك وده اللي عملوا معايا وعملوا مع قلوس غيري الرب لا يترك بنفسه إلى شاهد دي آية في الإنجيل دي حقيقة كمان إحنا لو قرينا في كتاب المقدس المسيح كان بيتوجه بآية بكلام لليهود كان بيقول لهم فتشوا الكتب لأنكم ظننتم النبي حياة وهي تشهد لي الآية دي أي نعم هو المسيح كان بيكلم بموجهة لليهود بس هي applicable لأي مخلوق في الإسلام في البوزية في أي حتة أنا بنصح كل مسلم دور على المسيح في كتابك في القرآن نفسه مش معنى المسيح هو الإنسان الوحيد بشهادة الكرآن اللي لم يمساه الشيطان عند ولدته دي حديث صحيح عن محمد محمد قال ما من ابن آدم ولد إلا ومساه الشيطان إلا عيسى ابن مريم نخص هي عيسى ابن مريم الوحيد اللي لم يمساه الشيطان عند ولدته ليه عيسى ابن مريم الوحيد طبعا نحن نتكلم عيسى بمنطلق المسلمين كنحن ما نعرفش عيسى نحن نعرف المسيح يسوع المسيح فأنا بس بكلمهم باللغة اللي هما بيفهموها ليه المسيح هو الوحيد الذي لم يخطئ بشهادة الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام ليه؟ ليه المسيح هو الوحيد اللي اتولد بمعجزة بدون زرع بشر ليه؟ ليه الوحيد اللي مازال حي وبتلاقي المسلمين البسطاء في الأسواء بيحلفوا بيقولوا والمسيح الحي ليه بيقولوا كده؟ ليه هو الوحيد الحي وإن نبي الإسلام نفسه مات ومدفون وعارفين ما كان دفنه ليه؟ اسأل نفسك الأسئلة دي دور في القرآن نفسه ليه القرآن ذكر أن المسيح وكلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم أنت عارف أيها المسلم أن الآية اللي أنت بترددها صباحا والمساء وأنت بتصلي أن هي دي السلوس بتاعنا ده إيماننا المسيحي أن الله وكلمته وروحه هو المسيح كلمة الله وروحه هو ده السلوس بتاعنا مش السلوس اللي هو أنت قلت للناس اتخذوني وأمي أولياء اسمع أي قداس بيتزع على القداس جاي قريب بتاع عيد الميلاد هتلاقي بنقول بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين إحنا مش كافرين إحنا مش بنؤمن بتلات آلهة إحنا بنؤمن بالله الواحد الحي بروحه ولكن نعطق بكلمته وهو المسيح لو بحثت في الإسلام هتجد المسيح لأن المسيح قال فتشوا الكتب إحنا إلهنا قوي إلهنا ما بيخافش إلهنا عارف أنت لو فتشت بتواضع قلب هتجد المسيح لأن المسيح هو الإله الحقيقي وإحنا مخلوقين وعندنا عطش وجوع طبيعي للاتصال مع الخالق مخلوقين كده بالفترة فلو أنت قعدت مع الله قاعدة حقيقية وقالت له يا رب من فضلك اظهر لي ذاتك أنا بدور عليك خليك واثق ومطمئن أن ربنا أمين لدرجة حيساعدك زي ما ساعدني وحيتعامل معاك بالطريقة اللي تنفع معاك أنا واحدة من الناس كنت لازم كان ربنا يتعامل معايا الأول بشكل عقلي لأنني أنا كنت في الأول أنا بفكر critical thinking أسيس إحنا عندنا مشكلة في دولنا العربية إن إحنا بتعودين على التلقين من إحنا صغيرين مسلمات بالضبط قعد مع ربنا قعد مع ربنا قوله يا رب أنت فين وهو أمين وحيظهر لك ذاته لأنه عمل كده معايا عمل كده مع ناس كتير أعرفهم عمل كده مع كل شخص قعد بأمانة قدامه وقال له يا رب اظهر لي ذاتك عشان كده إحنا لو تهدت الجبال لا نخشى لا نخشى لو تزحزحت الأرض ولو تهدت الجبال الأرض في وسطنا الرب هو اللي في وسطنا فلن نتزعزع لأن ربنا أمين وصالح أنا بصلي لكل أهلي في مصر لسه معرفوش المسيح صحابي في مصر لسه معرفوش المسيح أنا بصلي من أجلهم بقول لهم بليز يعني اطلعوا برة القوالب اللي اتزرعتوا فيها من وانتوا صغيرين وعودوا مع الإله الحقيقي عودوا مع ربنا أنا عرفت المسيح على فكرة من الكرآن معرفتوش من حتى تالي واب لمجرد الأمانة والمجرد الاتضاع لكن لو أنت جاي وشايف نفسك أن أنت أنا عندي الحقيقة الكاملة خلاص كوت فوريو ما هو الماء إبليس نفسه وسقط بالطريقة دي افتكر نفسه أنه هو معادل لله لو افتكرت نفسك معادل لله وأن أنت عندك الحقيقة كاملة فحياتك الأبدية في خطر احنا كلنا عايزين نعيش حتى الفرعنة كانوا بيعيشوا عشان حياتهم الأخرى كل واحد فينا لازم يدور على حياته الأخرى احنا هنا في ترانزيت أكيد كم وقت بسيط هنعيشوا كم سنة وفي الآخر عايزين كلنا نجتمع عند ربنا الإله الحقيقي فحياتك الأبدية تستاهل أنك تعد وتدور وتفتش فتشوا الكتب إن كنتم تظنون أن فيها حياة وهي تشهد لي تشهد للمسيح آمين آمين أختي مريم مش عارف كيف أشكرك بصراحة ربنا يباركك ربنا يباركك أنت ذكرتيني في شخصيتين أنت بتقولي أني قرأت القرآن وأمنت بالمسيح في شخص كتب بقول بحثته عن الله هو شخص مسلم بحثته عن الله فوجدت يسوع المسيح وشخصية أخرى كانت داعية هو انتقل يعني عند الرب بس متذكر قصته من زمان لما سألته شو اللي جذبك للمسيح كان جوابه طبعا بالنسبة لصادم قال لي القرآن قلت له ليه قال لي قرأت القرآن أصبحته مسيحيا طبعا أنا ما بعرف أنا بآمن مثلك إنه الإيمان هو عن طريق إعلان وإنه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح مبروك عليك يسوع أخت مريم وأنا بشكرك إتحكيت كلمات جوهرية اليوم وفعلا أبو صلي من كل قلبي إنه رب يفتح العيون والأذهان حتى نأتي إلى معرفة المسيح الكامل الجميل أشكرك حضرتك ورب يباركك ويبارك خدمتك ويبارك تحييتي مع السلام الله يسلمك طبعا يسوع محتاجين أوقات وساعات نتكلم عنه لكن يعني واحد من أعظم الأنبياء في العهد القديم هو إبراهيم تصور إنه رب يسوع تكلم عن إبراهيم إبراهيم رأى يومي فتهلل وقال أيضا قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن شخصية تانية في العهد القديم اللي هو موسى واحد من أعظم رجال الله في العهد القديم قال مكتوب عنه بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى بالإيمان طبعا خرج وأطاع كلمة الرب مكتوب أيضا حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة وعندما تكلم يسوع المسيح مع اليهود قال لهن مش أنا اللي باشتق موسى يشكوكم فطبعا موسى شهد للمسيح إليا النبي قبل مجيء الرب وطبعا يحنى المعمدان اللي تكلم عنه يسوع المسيح لم يقم من بين المولودين من بين النساء أعظم من يحنى المعمدان يحنى شهد لأزلية المسيح شهد أن المسيح ابن الله شهد لتفوق المسيح الذي يأتي من فوق هو فوق المسيح شهد أن يسوع هو المسيح هو المسيح وشهد قائلا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم شهد لفداء المسيح شهد ليسوع أنه ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أمقص أحبائي نعم الله لما أراد أن يأتي جاء لنا من خلال صورة يسوع المسيح الوديع المتميز الفريد المحب اللي جاء يفعل خير للبشر يشف المرض كان يهدئ العواصف الداخلية والخارجية في حياة الناس كان فعلا بيهتم بإحتياجات الناس لكي يشبع جوعهم مش بس الجسدي الجوع الروحي لأنه قال طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله الله جاء من خلال يسوع المسيح وهذا أعظم شهادة خليني أخذ مكالمة سريعة من أم أحمد أهلا وسهلا أم أحمد أم أحمد ات معانا على الهوى ألو أهلا وسهلا تفضلي أم أحمد أهلا بحضرتك سلام المسيح معاكم جميعا على ضيوفك كمان ويرابني باركك شكرا تعيش تفضل تفضلي بدقيقة أم أحمد ما عليش عشان الوقت أوكي أنا من خلفية إسلامية وحابة أدي نبذة عن اختباري إن أنا كنت محفزة كرآن كنت متمسكة جدا 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 بالإسلام كان هو ده كل إيماني من كل قلبي ولما ربنا نور عناية عايز أقول حاجة مهمة كده لأن في البدايات كنت مستحيل كنت بعد أصلي فترات طويلة جدا وأطلب من ربنا إن الإسلام يطلع صح لما كنت بأخذ رسائل من ربنا كان ربنا بيتعامل معي ويديني رسائل أفكر فيها غريبة زي مثلا حديثة عن سيدنا عمر أنا هتكلم بالشكل الإسلامي سيدنا عمر بن الخطاب كان بيشك في سيدنا محمد جاي عليه فترة شك فيه فلما دخلت أقرز ليه شك فيه لقيت إنه هو كان منطقي جدا إنه هو كان فعلا يشك فيه إنه ما فيش دليل ما فيش حد شاف الوحي وهو بينزل عليه كان الوحي بينزل عليه ما حدش يشوفه والحد الوحيد اللي قاله يعني أنا معاك وأنا في دهرك وكذا كانت السيدة خديجة قالت له لو الوحي نزل عليك وأنا عريت رجلي وهو خاف مني يعني كلام غير منطقي وحاجة كده إن أحمد فكن اتصدف معليش أنا بس أوعدين إنه إذا أمكن الأربع القادم تتصل معنا لأنه مشتاق أسمع هذا الاختبار منك وطبعا مع أحبائنا وجمهورنا ربني باركك أنا آسف جدا إن أحمد ولكن أريد أن أنهي الحلقة أقول يعني إذا أردت أن تعرف يسوع انظر إلى يسوع التفتوا إلي واخنصوا يا جميع أقاس الأرض لأني أنا الله وليس آخر جاء المسيح ليعالج الإنسان من مشكلة الخطيئة جاء ليخلصنا ولكي يرجع يسترجع الصورة المشوهة يعطينا الغفران والخلاص والحياء الأبدية أدعوك أن تؤمن بيسوع المسيح ربني باركك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة